ما ينفعش الحوار بتاعنا ونعدي مستر كولر المدير الفني اللي عنده ثقة فيه كبيرة جدا يعني حتى برغم مباراة البنك الاهلي وما كودش موافقة فيها لكن عنده ثقة كبيرة جدا عمر كمال يلعف اي مكان دايما نصايحه ليك دايما اهتمامه بيك عايزة يعني تكلمني عن مستر كولر خاصة ان الراجل ده ما شاء الله عامل بطولات عظيمة بطولات كبيرة مع النادل قالي من مدربين المكتهدين جدا اللي بيذكروا دايما التفاصيل كل مباراة دايما ماشاء الله محاولة نجاحات كبيرة مع النادل مستر كابتان هقول له حضرتك حاجة هو دايما بيتكلم معي ان انا زي ما حرارك قلت هو عنده ثقة فيه دي كلمة دايما يقولي هالي يقولي انا عندي ثقة فيك انت مش واثق في نفسك لو انت مش واثق في نفسك الثقة دي انا واثق فيك يعني مش بيخالي مضغوط يعني كل ما بيتكلم معي يقولي انا عايزك تلعب اكيدك بتلعب في التبرين مش عايزك تحط ضغط على نفسك مش عايزك تحط ضغط الجمهور ضغط النادي ضغط البطولات العب براحتك والعب اكيدك زي ما كنت في نادي بتاعك القديم بتلعب براحتك واغت حريتك انا لا هضغطك ولا حد هضغطك ولا من اللعيبة هتضغطك بالعكس العبادي كلها هتساعدك وانا هنساعدك فراجل لما زي ما قلت حرك قبل كده كيروش كان بيتكلم معي بالطريقة دي هو بيتكلم معي بنفس الطريقة بيخليه ان انا واخد حريتي في كل حاجة واخد حريتي في الملعب مش حتى لو عملت حاجة في الملعب غلط ما بيعنفنيش بالعكس ده يسقف لي ويقول لي اعمل كذا ويجيب يا دكتور خلد المترجم يقول له خلي عمر يعمل كذا بكل هدوء بكل يعني حب واحترام فصراحة بشكروه بشكروه على السقل هو دايما بيديها لي ويعني مش عارف بقول له بصراحة انا بنكرمه احنا ناقصنا ناقص لنا السنة دي بعد الاهل السنة دي اخد دوري ابطال افريقيا اخد الكاس شاركت فيه واخدنا السوبر المصري ناقص لنا بطولة الدوري اصعب بطولة في حياتي تمحاطك مع النادي الاهلي في الدوري السنة الدوري ما فيه هو الدوري ان شاء الله هيكون في الجزيرة لا ان شاء الله برضو حتى لو جمهور النادي الاهلي بيفكر دايما في افريقيا عنده النادي الاهلي لازم الدوري ده يعني ما بيخرجش. يعني انا زي ما اقول له حراك مثلا ايه. الدوري في الجزيرة. اه يعني مثلا اقول له حراك ايه. داخل على القعدة. سلام عليكم. اه. لازم تخش على القعدة تقول ترمي السلام وترمي التحية. طبعا. فالندي اهلي بالنسبة له دي حاجة اللي هو. او بتدخل الدوري يا رجال. او الدوري يا رجال. يعني بقول له حراك بعد. اتناشر قالك التلاتاشر في الاستاد. واحنا لسه ما احتفلناش. فهما عندهم موضوع دوري. ما هما مش شغلين بالهم به. لان هو عادي بالنسبة لهم. ما ازاي افريكيا. دنيا بتبقى صعبة وضغوطات. وبتلعب برا مصر. وبتلعب في افريكيا وفي ملاعب مش كويسة. فالدوري عندهم بالنسبة له. يعني ما فيش لا خلاف عليه.